موسيقى الحمد لله القائل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عزيزي الدارس عزيزي المشاهد أصطحبك في سياحة دعوية أنا وأنت في رحاب كتاب أساليب الدعوة الإسلامية مفهومها وأصولها وأساليبها سنتناول بالشرح الميسر دون إخلال بالجوهر الوحدة الأولى وهي بعنوان مدخل إلى علم الدعوة الإسلامية مفهوم الدعوة الإسلامية ويتناول جانبين مفهوم الدعوة اللغوي والمفهوم الاصطلاحي مفهوم الدعوة اللغوي كلمة دعوة تأتي بمعنى الإسم من دعاء وتأتي بمعنى النداء وكذلك الدعوة إلى الشيء مثل الدعوة إلى الطعام وتأتي بمعنى السؤال كقوله تعالى قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها ومن معاني الدعوة الآذان لدخول وقت الصلاة المفهوم الاصطلاحي للدعوة الدعوة حركة علمية لنشر الإسلام وتعاليمه وتعريف المسلمين به على الوجه الصحيح وفق منهج علمي مدروس بأساليب متجددة عبر دعاة مسلمين متخصصين يقومون به في الناس على هدى وبصيرة الإسلام دين منظم يقوم على التخطيط إذ أن أول آية نزلت فيه آية علم ومعرفة قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق والإسلام أيضا دين عمل قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون والداعية يتحرك بين الناس ليعلمهم ويصحح أخطائهم وفق منهج علمي مدروس ورصين والداعية يكون من خيرة المسلمين علما وثقافة لا يعرف الملل ولا الفتور ولا الشطط ولا الغلو حكم الدعوة الشرعي تباينت آراء العلماء في حكم الدعوة ومن هذه الآراء وجوب الدعوة وجوبا عينيا أي وجوبا عينيا على الفرد المسلم قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ومن السن النبوي المطهر الشريفة غوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أو عام سامع ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه إن وجوب الدعوة العيني ينفي أن تكون الدعوة حكرا على فئة معينة من الناس أو طبق معينة من الناس بل هي لعموم المسلمين كل إنسان حسب ما عنده من علم ومعرفة ودراية وغدرة وطاقة وهذا لا يعني الخوض من كل الناس في هذا المجال بل لابد من المعرفة والإتقان وهنا يصبح الأمر مجرد بلاغ وليس فتوى وجوب عيني على الطائفة المسلمة أي الطائفة من المسلمين تجيب الدعوة على العلماء والدعاة والمؤسسات الدعوية والجمعيات الخيرية للقيام بأمر الدعوة بوسائل شتى مثل إنشاء المعاهد المتخصصة في الدعوة والكليات الدعوية وإعداد وتدريب الدعاة المختصين الدعوة الجماهيرية هذه الدعوة غالبا ما تستخدم ما يخاطب الجماهير العريضة أو ما يعرف في زماننا هذا بوسائل الاتصال الجماهيري ويشبل وسائل الإعلام والصحف والإذاعات والفضائيات وشبكات المعلومات تنشر الدعوة حتى لا يبقى على الأرض من لا يعرف الإسلام ذلك لأن الإسلام جاء منهج حياة للناس كافة قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ذلك هو حكم الدعوة الإسلامية وجوبا عينيا على الفرد المسلم ووجوبا عينيا على الدعاة وعلى المتخصصين من المسلمين فضل الدعوة وأهميتها تنبثغ أهمية الدعوة وفضلها من فضائل الإسلام بل هي أداة الإسلام الفاعلة لا ينتشر الإسلام إلا عن طريق الدعوة إذن الدعوة هي أداة الإسلام الفاعلة التي تنشر الإسلام والتي تدعو له وتعرف الناس به وبها يبلغ الدين ويتعلم الجاهل ويذكر بها الناس وينبه الغافل ويزداد بها المجد اجتهادا وإيمانا مصدر الدعوة الدين والناس في حاجة وضرورة لها فضل الدعوة إلى الله يبدو ذلك جليا في الإصلاح والحماية والنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبار الدعوة خطة أو خطة عمل لخدمة أفراد المسلمين وجماعتهم وحمايتهم من الانحراف عن الصراط المستقيم وعن الكفر وحمايتهم من الزيق ومن الضلال وفيها تدافع بين الخير والحق والشر والباطل وبين الدعاة عامة وبين عامة النأس قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض انظر عزيز المشاهد عزيز الدارس إلى ذلك المشهد النبوي الرائع البليغ قال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أو غض نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها أي يمنع هذا الفراش من الصغوط في النار وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي هذا مشهد نبوي رائع النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالدعوة الإسلامية ليمنع الناس من الوقوع ومن الصغوط في الزيق والضلال وفي النار هذا متفق عليه وورد عند البخاري في كتاب الرقائق تاريخ الدعوة الإسلامية الدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الأنبياء والمرسلين وهي من أشرف الأعمال ومن أشرف الوظائف ولم لا وهي دعوة لإحقاق العبودية وصرف العبادة كلها لرب العباد هذه الدعوة هي وظيفة المرسلين والأنبياء من لدن آدم عليه السلام أبو البشرية وانتهاءا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لإلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولم تخل أم من الأمم ولا زمن من الأزمان من آثار دعوة الرسل للناس كل الأمم السابقة جاءها الرسل وبعث إليها الرسل والدعاة ليعبدوا الله عز وجل وحده ويفردونه بالعبادة وليدلوا الناس على الخير ويحذرونهم من الشر وذلك لأن حكم الله عدل لا يحاسب الناس كيف لا والعدل والعادل اسم من أسماء الله الحسنى لا يحاسب الله الناس على شيء إلا بعد أن يرسل الرسل ليبينوا الحلال والحرام والممنوع والمحظور لمصلحتهم قال تعالى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا مراحل الدعوة الإسلامية الدعوة التبلغية برزت معالم الدعوة الأولى عند بدء نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما بدأ به الرؤية الصالحة ورؤية الأنبياء كما تعلمون حق فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلغ الصبح ثم حبب إليه الخلاء أي أنه يخرج ويخلو بالله عز وجل ويتأمل في مخلوغات الله عز وجل يتأمل ويفكر في الكون وفي الإبداع الرباني كيف رفع الله عز وجل السماء بغير عمد وكيف زينها بالكواكب والنجوم وكيف أن الريحة تحمل السحبة وكل هذا كان للتعبد في الخلاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراء المرحلة التكوينية هنا بدأت الدعوة الإسلامية ولكن كانت في السر والكتمان مع الاستمرار في الدعوة الدعوة للأفراد النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتغي المدعوين الذين يأنس فيهم الاستجابة وحفظ السر فدعى النبي صلى الله عليه وسلم من الصبيان عليا ومن الرجال أبا بكر ومن النساء خديجة بنت خويلد ثم توالت الدعوة بعد ذلك تتخير الأشخاص رويدا رويدا وكان لابد من دار آمن وملاذ آمن ومكان آمن ومطمئن فكانت دار الأرغم ابن أبي الأرقم لكونه مخزومي وعشيرته على مودة مع بني هاشم كانت هذه هي المدرسة الأولى في الإسلام وظيفة المدرسة النبوية في الإسلام ويعني بها دار الأرقم ابن أبي الأرقم كان من أهم أدوارها التركيز على شرح العقيدة السليمة لأن المجتمع في ذلك الزمان وفي ذلك العهد وفي تلك الفترة كان حديث عهد بعبادة الأصمام فكان التركيز على التوحيد وعلى العقيدة السليمة ثانياً كان التركيز والتدريب على تلاوة الغرآن وتجويده ومعرفة أسماء الله الحسنة لأن حديث الإسلام في ذلك الزمان كانوا لا يعرفون أسماء الله الحسنة ولا يعرفون القرآن ولا يجويدونه ولا يتلونه لذا كان هذا من الأهداف الرئيسة للمدرسة الأولى في الإسلام دار الأرقم ابن أبي الأرقم كان من أهداف هذه المدرسة بيان وشرح بعض الأحكام المتعلقة بالعقيدة الصحيحة والأخلاق ثم بعد أن تجذرت العقيدة السليمة الصحيحة في نفوس المسلمين الأوائل فرضت الصلاة أهم أهداف المرحلة التكوينية أولاً تعريف المهتدين بالمعوقات وإزالة الشبهات مع الدليل والبرهان ثانياً حماية وإبعاد المنضوين تحت لواء الدعوة عن بئة قريش الملوثة مؤقتاً بالشرك حتى يتجدد ويتجزر ويتمكن الإيمان في قلوبهم وتصل الدعوة إليهم سليمة صافية خالية من الشوائب حتى يتبين لهم المنهج الصافي الدال على منهج الدعوة قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك أخرجه ابن ماجة في مستد الإمام أحمد ثم كانت تدرج في الدين ثم ابتكرت أفضل الوسائل وتبعت أحسن الأساليب لجذب المدعوين كوسائل الاتصال الشخصي وزيارات الشخصية وأيضا الهدايا البسيطة غرس روح الاعتزاز بالإسلام والثبات على المبدأ كان هذا من أهداف المرحلة التكوينية والزود عن الإسلام وهنا عزيز الدارس لا بد أن نقف على روايع الإيمان في ثبات واحد من المؤمنين الخلص وهو الصحابي الجليل مؤزن الرسول صلى الله عليه وسلم بلال ابن أبي رباح كان في بداية الإسلام يعزب ويجرف الطرقات ويضرب بالصياط ويلعب به الصبيان وما كان هذا يزحزحه عن إيمانه الخالص فثبت غاية الثبات وضرب أربع الأمثال في الثبات على الحق وكان نشيده المقدس أحد أحد الدعوة الجهرية استمرت الدعوة السرية ثلاثة سنين تعمل في ديجر الظلاء وتحت سلاديب الأرض حتى نزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين هذه الآية العظيمة حملت في ثناياها سرعة نشر الدين فاصدع بما تؤمر أي بالدين أي بلغ الناس مع القوة هذه الآية هذه الآية حملت معها القوة والسرعة كوانضي البرغي الذي يسوق الديمة الهطالة لتروي غلة الصاد لإعلان هوية الدعوة دعوة الحق دعوة الإيمان دعوة الاعتزاز بدين الإسلام لذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بأهل بيته وعشيرته لذا الداعية يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ بالأغربين وسائر أهل البيت ثم الأسر الكبيرة ثم الجيران ثم بعد ذلك عامة الناس قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين عندما يبدأ الداعية بعشيرته الأقربين هذا فيه إبعاد لشبهة المحاباء وأن هذا الدين لا يحاب أحدا وعلى الجميع الإيمان بالله عز وجل والتصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أهداف المرحلة التنفيذية من أهداف هذه المرحلة تقديم الإسلام صافيا عزبا لا عوج فيه ولا أنت إعلان الدعوة عن نفسها حقيقة وواقع هذا كان من أهداف المرحلة التنفيذية أيضا كان هناك لا مانع من دخول الدعوة في كفاح وعلني مع الباطل أي مقارعة الحجة بالحجة لذا عملت الدعوة الإسلامية على رفع راية الإسلام عالية وكسر شوكة الشرك والضلال وأيضا من أساليب الدعوة الظهور على الملأ أي إعلان الدعوة في أوصات الناس والخروج على الملأ والخطاب المباشر في الأسواق وفي الطرقات وفي كل الأماكن التي يرتادها الناس أيضا من أساليب الدعوة الزيارات والتهادي والتجوال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس يخرج إلى الأسواق وأيضا إلى تجمعات الناس وإلى أماكن أو موارد المياه قال تعالى وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا للدعوة الإسلامية خصائص وسمات تميز هذه الدعوة عن سائر الدعوات خصائص الدعوة الإسلامية هي ميزات وعلامات في المنهج وفي الوسائل وفي الأساليب تفردت بها الدعوة الإسلامية عن غيرها من الدعوات من هذه الخصائص الربانية أي أن الدعوة الإسلامية هي من عند الله عز وجل هي من رب العالمين وغايتها أيضا إفراد الله عز وجل بالعبادة قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجُنَّ وَالْإِنْسَةِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إذن هي ربانية المصدر والقاية هي من عند الله وأيضا صرف العبادة لله من خصائص هذه الدعوة الثبات هذه الدعوة ثابتة الحق فيها ثابتة لا يتغير حتى قيام الساعة وغير قابل للتبديل والتحريف والتغيير قال تعالى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَى وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ أيضا من سمات هذه الدعوة المرونة أي أن الله عز وجل أرسل الرسل والرسل بلغ البشر حتى لا يكون للناس حجة على الله بعض الرسل قال تعالى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا أي أن الله عز وجل لا يحاسب البشر ولا يعذبهم بجريمة ولا بجريرة إلا إذا بلغهم الرسل ودعوهم إلى دعوة الإسلام أيضا من سمات هذه الدعوة الشمول الشمول يعني أن هذه الدعوة عالمية قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أي لكل العوالم للجن والإنس ولكل الناس أيضا من سمات هذه الدعوة الواقعية أي أن دعوة الإسلام غابلة للتطبيق بما فيها من شرائع ومن أساليب ومن نماذج ومن غيره أيضا من سمات هذه الدعوة عدم التبعية أي أنها صافية ربانية المصدر والغاية لا شرقية ولا غربية ومن سمات هذه الدعوة أيضا الوسطية والاعتدال أي أنها بين لا إفرات ولا طفريت أيضا من سمات هذه الدعوة الصلاح لكل زمان ومكان وأنها قائمة على الحق وليس على عرف ولا على باطل لذا هذه الدعوة تستمر إلى قيام الساعة عزيزي الدارس عزيزي المشاهد أعمل أن أكون قد قدمت لك في الوحدة الأولى ملخصا كافيا شافيا وافيا تجد فيه مبتقاك وأملك المنشود على أمل أن ألتقيك في الوحدة الثانية أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة